حمراء لقية لها شيء في قلبي يعني ما قدرش أتكلم عنه هو جوه قلب أكيد لكننا عايزين بأنه جوه القلب نطلعه في الفقرة دي وأكيد الحديث مع حضرتك لا يخلو من الزكريات الجميلة وحنستأذلك أننا نقف عند اسم مهم وليك معه الزكريات يعني ما لهاش أول من آخر عايزين نعرف إيه أبرز وأهم الزكريات دي وكمان نتعرف على الجانب الغير معروف عن شخص محمود الجهل أهلا طبعا الكابتن محمود الجهري ده شخصية فريدة جدا أستاذ بمعنى يعني أنا بعتبر الأستاذ والأب والقائد والمعلم لإني أنا حضرت أنا كنت محظوظ جدا إن آخر 15-16 سنة مع الكابتن محمود الجهري ولكن أنا حقول أنا قدري أن عندي الله إن أنا دايما أنا بقول كلمة يا كابتن كريم بقول إن أنا مصر مش في قلبي مصر هي قلبي وكل حياتي بقدرة من عند الله كلها محطات في حب مصر سواء محطة القوات المسلحة كأحد أفراد القوات الخاصة طبعا ومصاب عمليات واخد أنوات ودي قصة تانية كنا تكلمنا عنها في الحلقة ولي كانت مع حضرتك الجزء الثاني المحطة الثانية إن أنا أول من عين مدرب حراس مرمى رسمي في مصر 1979 أكيد ما قدتوش أنتو الاتنين اللي تولدتو لا يا فقد ما أنا كنت بولوده موجود وبقلي 1979 لا أنا أتولدناش أنا أنا أتولدت أنا أنا أتولدت 23 سنة وشهرين أول مدرب حراس مرمى لمنتخب مصر الأول آه ماشر عايزة أقول لك بس حاجة مصيطة شوف بقى القدر من عند الله أنا دربت إكرامي كبير وحشة أفريكيا وخاد معي هذا يعني بتوفيق من عند الله كان هذا اللقب وحش أفريكيا ودربت أحمد ابنه الله يرحمه هو كان مجون عظيم ودربت شريف إكرامي ودربت أخو إكرامي إحسان الشحات ودربت ابن إحسان الشحات إكرامي إحسان الشحات على رأيي مدام الكابتن إكرامي كبير كان يقول لي ناقص البنت تتدرّدون يا بنت أخذ العيلة كلها ده أنا بعتبر قدر من الله أن أنت تمر على كل المدربين اللي موجودين حالياً كان لي بصمة أن أنا طلعتهم مش تتدرب معي يوم أو يوم يوم فده بحمد ربنا عليه موسيقى